تحياتي في السنوات الأخيرة ربما الناس تعودوا أنه في الدور الإيطالي بيجي فريق بسيطر لسنوات الانتر بعد الكالتشوبولي ثم استلم بعد يوفينتوس لتسع سنين وأصبح حتى هذه الحالة مملة لكثير ناس ما بيشجعوا عندي إيطالية فرحوا يهتموا بدوريات أخرى لكن في الحقيقة الدور الإيطالي ما قبل الكالتشوبولي كان دوري يتميز بظهور فريق كل فترة بياخذ اللقب وبيصدمك وبفاجئ الجميع لمستوى دائما كنا نتكلم عن بيلاد الدور الإيطالي وسبعة ممكن يفوزوا فيه باللقب وبحلقة اليوم رح نتكلم بتوب فايف عن خمس أبطال كانوا غير متوقعين في بداية الموسم وحققوا لقب الاسكودتو وطلعوا أبطال لإيطاليا نبدأ بقصة جديمة شوي تورينو بموسم 75-76 طبعا تورينو مرت عليه فترة كان عظيم جدا في إيطاليا وكان أهم نادي في إيطاليا لكن مع ظروف وتغيرات صارت أيضا اتغير هذا الفريق وما فاز بالدوري بين سنة 48 بس بسنة 76 قدر يفوز بلقب الدور الإيطالي وهي كانت المرة السابعة في تاريخه والأخيرة واللي خلى هذا اللقب مهم جدا بالنسبة لجماهير تورينو لليوم هذا انهم فازوا فيه على حساب جارهم يوبينتوس واللي كان فايز أساسا بتلك ألقاب من أصل أربعة بالدور الإيطالي بتلك الفترة يعني تورينو حقق اللقب وقدر يحتفل للمرة الأولى في عصر التلفزيون الملون أمام جماهير يوبينتوس وما زالت تلك الذكرى ذكرى مهمة في تاريخ الدور الإيطالي تماما كما هي ذكرى هلاس فيرونا بموسم 84-85 هلاس فيرونا جاب الدوري بفترة كان كل نادي في الدور الإيطالي عنده لعب أسطوري تقريبا يكفي نشوف أنه نابولي عنده مارادونا ويوبينتوس عنده بلاتيني كل نادي كنت تدور عليه هتلقى عنده لعب أيقوني في كرة القدم موجود بس هلاس فيرونا كان هو الأيقونة وهو اللي قدر يجيب الدوري ما كان عنده أقوى هجوم لكن كان عنده أقوى دفاع فاتلقى 19 هدف بس في ذلك الموسم لو تشوف شوية لقطات عن هلاس فيرونا أو تحاول تلقى شوية وثائقية تحكي عن قصة هذا الموسم رح تلقى أنه تقريبا كل مباراة لهم كان فيها قصة كان في قتالية في بطولية في لمستوى لاعب يسجل هدف وهو بدون حذاؤه وأنه يعني يكمل ركض بدون حذاؤه ويسجل هدف كانت قصص غريبة به هلاس فيرونا خلت فوزه باللقب دائما مثال يشبه مثال لستر سيتي في البرمير ليج بالعصر الحديث وروا على الفريق الثالث سامدوريا سنة التسعين واحد تسعين ذلك الفريق جاب الدوري بشكل مفاجئ لكن بعد ذلك أصبحوا لاعبيك معظمهم لاعبين مهمين في الكرة الإيطالية لسنوات طويلة فريق كان حارسه باليوكا وكان معاه المهاجم جال لوكا فيالي وكان معاه روبرتو منشيني وكان مدربه من أشهر المدربين الشرقيين بتلك الفترة بويا دين بوشكوف سامدوريا جاب الدوري الإيطالي بفترة كانت أيضا الأندي الإيطالية كلها مزدحمة بالنجوم اتفوق على ميلان صاحب المركز الثاني والموسم اللي بعده زي ما بنعرف لعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكن بدأت بعض الأخطاء الإدارية والمشاكل المالية فأصبح سامدوريا نادية عادي لكنه ترك للكرة الإيطالية عدة لاعبين مهمين كانوا بمثابة عمودها الفقري لسنوات ونروح على فريق رابع لو سمعتوا الأسماء اللي كانت عنده بتقولوا مش مفاجأة شو كيف المفاجأة يا عواد إنه فريق عنده فيرون وعنده ميهايلوفيتش وعنده أسماء كبيرة ثانية تيجي تقولي عنه مفاجأة انت ناسي أصلا إنه كان عنده كمان أنا البوكسيتش وسالاشو نستا وسيميوني وفوقهم نيدفد وستانكوفيتش كانوا نجوم خرافيين بل معظمهم انتشر بالدور الإيطالي لسنوات طويلة في الحقيقة لما تشوف الفريق هو فريق مرشح يجيب دور الأبطال أوروبا وربما بتلك الفترة كان يملك أقوى تشكيلي في أوروبا لكن ثقافة لاتسيو مش ثقافة ألقاب عشان هيك فوزه بموسم 99 ألفين كان مفاجئ جدا لأنه هذا لقبه الثاني في الدور الإيطالي وعملنا قصة جمعة قبل ذلك عن شو صار بلاتسيو بعد هيك وليش تضرر جدا للادي بإفلاس الشركة المالك الأيلو وكان فوز لاتسيو بالدوري بمثابة مفاجأة 100% لكثير ناس مقارنة في بداية الموسم رغم إنه بيملك تشكيلة زي ما قلت كان منطقيا تقدر تجيب دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي روما رد على لاتسيو ودخل معنا بالتوب فايل وجاب لقب ألفين ألفين وواحد بعد ما تعقد مع باتستوتا وخلا مع مونتلا وتوتي وكان ذلك الفريق قوي للغاية بدفاعه لهجومه لوسطه وكان اللعب ضده جدا مزعج كمان مرة روما أيضا كيفوز بلقب دوري كان شيء غير معتاد في إيطاليا ولكن مع كابلون الفريق كان قصر مزعج خسر مباراة هون أو هون لكن تقريبا ولا مباراة كان روما في هالطرف المستسلم كان دائما روما مزعج وبالنهاية قدر يفوز بالدوري في الجول الأخيرة بفارق النقاط عن يوفنتوس ذلك الموسم اللي خلد فيه باتستوتا نفسه وأكمل مسيرته العظيمة في الدوري الإيطالي واللي تتحقق فيه لقبه الوحيد في الدوري موسم لا ينسى في الكرة الإيطالية دائما في إيطاليا رح يطلع لك فريق كل سنتين تلات دائما هذه كنا الشغلة متعودين عليها في الماضي كل مرة يطلع فريق يزعج الكبار وبعدين يروح وهذه كانت ثقافة بالكرة الإيطالية ربما اللي لحقوا كرة القدم قبل الكانتشوبولي بتذكروا فترة كان فيها ليبورنو مزعج فترة كان فيها إمبولي مزعج لكن الآن الكرة الإيطالية شوي شوي عم تهدأ وربما هذا الهدوء لسنوات عم بمهد للشي بلشوا ناس يشعروا فيه إنه الكرة الإيطالية عم تتطور وبتحاول تواكب فربما خلال سنوات قليلة بالشغف الموجود في إيطاليا لكرة القدم نشوف الدور الإيطالي يرجع دوري مهم منافس وقادر يوصل بنوصل هنا نهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستجرام وتيك توك وسناف شات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة